شدد القانون التركي بموضوع العقوبة مثل ما حكينا بالقانون السوري ولكن أعطى أريحية كتير بتطبيق القانون حتى منح المرأة الخيار أنه أنا بدي أستمر بالحمل أو لا خلال فترة معينة هلأ منحكي عنها المرأة بيحقل الإجهاد لفترة عشرة أسابيع من الحمل أي مرأة بيسموه الإجهاد الرضائي أو الإجهاد بإرادة المرأة ولكن حطهم شروط حسردة بسرعة أنه إذا كانت المرأة مدزوجة يشترط موافقة زوجة إذا كانت المرأة عزبة يفترض لا تحتاج لموافقة أحد إذا كانت فوق 18 تحت 18 موافقة أبوها أو أمها ولكن هنا القانون استثنى حالي وحده إذا كانت المرأة تحت 15 سنة فهون يمنع منع عمبات الأجهاد حتى موافقة والديها أو إذا كانت متزوجة بموافقة زوجة ممنوع الأجهاد لأنه ممكن يسبب ضرر للمرأة الآن القانون أطال هذه الفترة بالنسبة للمرأة التي وقعت عليها جريمة فقال نحن ما على العشرين أسبوع الأسبوع العشرين من الحمل حتى تقوم بالأجهاد موسيقى 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 موسيقى